ظلمت أحد من عائلتك مثلا؟ مو مقصودة ظلمي كان لعائلتي مو مقصود والدي مثلا الله يرحمه والأخوية الظلم شنو هو التمرد التمرد عليهم أنا أبوي خياط وأخوي أيضا خياط فيفترض أني أساعدهم أساعدهم بالخياطة خاصة أيام العيد نحن على أبواب العيد الخياطين يكثر شغلهم فيسهرون للوحدة مرة تبقون للصبح يشتغلون أنا أفترض أن أساعدهم حتى أساهم بجلب لقمة العيش للعائلة الفقيرة بس أنا أخذتني أمور أخرى اللعب وملعب وتعرف الشباب فجنت أحس أنا ظالم أبوي وظالم أخوي لأنه مساعدتهم حتى مرات أنا أحب السينما فأروح أجي متأخر من الفيلم أمرهيش عالتو كان أشوف أبوي ظهرة مكسورة على الماكينة أو أخوي ظهرة مكسورة على الماكينة وأنا بكل جبروت قلقامش أفوت مرات أتختل حتى ليه شوفوني هذه أترجمها ظلم ظلمت عائلتي بهاي بس بعدين يعني مرور الزمن وأصبحت أنا رب عائلة ما أعتقد ظلمتهم